وهذا الذي يساعد ويسعد عليه وبه السياق وذلكم أن الدعاء المتلوف في المقام هو من دعاء الكليم عليه وعلى نبينا وسائر أنبياء الله ورسله وأل كل الصلوات والتسليمات وقد شقي بقومه مرتين على التوالي مرة إذ عاد إليهم من الطور فوجدهم عكفوا على عبادة عجل صنعوه بأيديهم وكان ما كان وكان ما كان والمرة الثانية وهي معتلقة بالأولى أصلاً امتداد لها حين اختار من قومي واختار موسى قومه منصوب عين نزع الخافض ادخلوا أبواب أي من أبوابي منصوب عين نزع الخافض واختار موسى قومه سبعين رجلاً لمقال أعانى الله كريم الله موسى وصدق نبينا عليه الصلاة والأخي السلام والحين قال لقد لقي أخي موسى أكثر من هذا فصبر شقي شقاء عظيماً بقومه موسى عليه السلام يعني بعد أن احتقبتم هذه الخطيئة العظمى الفاحشة ولا أفحش عبادة العجل حتى قال بعض العلماء لما مبالغة لما تجف أقدامهم أيها الإخوة من ماء البحر الذي جعله الله لهم طرقاً سرباً قل إثني عشر طريقاً كل سبطء في طريق الله أعلم بحقائق هذا الكلام لبعض المفسين على كل حال ولو كان طريقاً واحداً كفى معجزة وخرقاً للعادة كفى معجزة وخرقاً للعادة ثم عبدوا العجل الذهبي الآن يصطفي منهم سبعين من خيرتهم هؤلاء هم خلصانهم خيرتهم أفضلهم يذهب بهم وفداً إلى الله تبارك وتعالى لكي يستشفعوا لقومهم يأتي هؤلاء السبعون بذنب فاحش آخر لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة لا إله إلا الله فهؤلاء أميتوا أماتهم الله تبارك وتعالى فجعل نبي الله يبكي يبكي لا أقول أكثر من هذا أتهلكنا بما فعل السفاء فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي بماذا أرجع إلى بني إسرائيل ماذا أقول لهم خياركم وأفاضلكم فعلوا ما فعلوا وأماتهم الله مسخوطاً عليهم وربما ملعونين في غضب الله جعل يبكي عليه الصلاة والسلام لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفاء مننا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي ليس بها تهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا دعاء موسى هذا هذا من جملة دعاء موسى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة يستشفع لقومه ويستغفر ويسترحم وفعلاً بعثهم الله أحياء له وتجاوز عنه وتقبل دعوته وقال وقال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي واسعت كل شيء فلا يتكائدها ولا يعتاص عليها أن تغفر هذا الذنب إذا نبطلب ماذا؟ الرؤية قبل أرادوا الرؤية كفاحاً قبل مواجهة عيانا وعيض بالله ما أضيق أعطانهم ما أضيق أعطانهم وما أبلدهم وما أغلب الحسية عليهم هؤلاء القوم كانوا سبحان الله ولا تزال فيهم هذه النزع الحسية العجيبة لذلك كما قلت غير مرة كلما أراد الله تبارك وتعالى أن يذكرهم وأن يمتن عليهم بما سبق منه المن قال إذكروا نعمتي عليكم يذكرهم بماذا؟ بالمن والسلوى بالمن والسلوى هو هذا أما هذه الأمة المحمدية المصطفوية الشفافة العالية المتألهة وأعني صلحاهم جعل الله وإيكم جميعا من صلحاء هذه الأمة ومباركيها فقال اذكروني أذكركم لم يذكر لا من ولا سلوى بالعكس وصح عن نبيه أنه كان أخشى ما يخشى على هذه الأمة أن تفتح عليهم الدنيا أن تفتح عليهم مصادر المن والسلوى ليس هذا ما يمكن أن يمتن به على الأمة وأن كان فيه منة جزيلة وعظيمة بلا شك لكن أذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني فرق كبير كما بين المشرق والمغرب كما بين السماء والأرض فهذا من جملة دعا موسى فأخبره الله قال عذابي لمن قال لموسى عذابي أصيب به ما نشاء ورحمتي يا موسى يا كليمي وسعت كل شيء بمعنى أنني أغفر هذا الذنب أيضا كما غفرت الذي قبله كما غفرت الذي قبله لكن بالشروط مذكورة في البقرة اقتلوا أنفسكم إلى آخره طيب ثم قال تبارك وتعالى فسأكتبها هذه الرحمة التي وسعت مثل هذا الذنب العظيم سأثبتها إثباتا خاصا لأناس من قومك وأشار هنا إلى عيسى عليه السلام بقوله والإنجيل وموسى كان يعلم أن أخا له سيتلوه في أثره هو عيسى عليه السلام ويعلم أن محمدا ستختم به السلسلة النورانية الربانية العلوية النبوية الرسالية كان يعلم هذا قال له فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة لماذا لم يقل يقيمون الصلاة والصلاة في الأصل ماذا دعاء وابتهاء هم يصلون ولعلهم كانوا يصلون كثيرا يبتهلون ويضرعون في ماذا في منن الدنيا وأعراضها أما الذي كانوا يتجافون عنه ويتحايدونه فهو ماذا انفاق المال وحبهم بالمال معلوم حبهم بالمال معلوم هذا ما أفاده بعض حذاخ المفسرين قال ولذلك خص إيتاء الزكاة هنا دون إقام الصلاة قرآن دقيق جدا الكلام عمّا عن باني إسرائيل ليس عن كل البشر ليس عن المسلمين عن باني إسرائيل عن قوم موسى وفي آخر السياق الكريم ومن قوم موسى أمته يهدون بالحق وبه يعدلون ليسوا كلهم لفقا واحدا خامة واحدة منهم أناس طيبون منهم أمة مقطصدة في المائدة وكثير منهم ساء ما يعملون ليسوا سواء القرآن دائما وهذا من عدل القرآن الذي تفتقر إليه الأمة اليوم لا عدل لدينا لا في الحكم على يهودي ولا مسيح ولا على مسلم والله ولا على مسلم والله وأنا إذا تحدث عن رحمة الله وما عسى أن يغفر من الذنوب في البال كلام كثير جدا يصيب المرأة المحبة حقا لأمته بالكباد والمرار عن تورط فرق هذه الأمة وطوافها عبر العصور في تكفير بعضهم بعضا وسأذكر هذا ربما في مرحلة لاحقة إن شاء الله تبارك وتعالى يذكرون هذا ويتبجحون به الكبار والصغار الكبار والصغار